اشتركوا في القناة لأن العملية العكسية للجمع هي الطرح فيصبح المتغير وحده في أحد طرفي المعادلة والمتبقي في الطرف الآخر بعد الحذف ناقص اثنين وهو حل المعادلة وللتحقق من صحة الحل نقوم بالتعويض عن قيمة المتغير في المعادلة أما في معادلة الطرح الظاهرة أمامنا فنحلها عن طريق إيجاد قيمة سين وذلك بإضافة اثنين للطرفين لأن العملية العكسية للطرح هي الجمع فيصبح المتغير وحده في أحد طرفي المعادلة وفي الطرف الآخر بعد الإضافة ثلاثة وكما ذكرنا سابقا في نهاية الحل نتحقق من صحة الحل بالتعويض عن قيمة المتغير في المعادلة مثال من واقع الحياة الأخوان ويلبر و أورفل رايت صنعوا أول طيارة في عام 1903 ميلادي طار ويلبر مسافة 109 متر وهذه المسافة أطول ب 36 متر من المسافة اللي طارها أورفل بتطبيق ما تعلمناه في درسنا نستطيع إيجاد مسافة طيران أورفل وهي 73 متر يعلمنا هذا الدرس كيف نحل معادلات الجمع والطرح ونتحقق من صحة الحل ترجمة نانسي قنقر